موسيقى السلام عليكم مشاهدين و اهلا بكم الى حلقة جديدة من حديث صحافة والبداية مع صحيفة اكشم التركية ومقال لافوق الوطاش بعنوان الملفات الخارجية التي تنتظر الحكومة اشار فيه الكاتب الى ان ملفات داخلية وخارجية كثيرة ومعقدة تنتظر بن علي يلدرم فمن العلاقات مع اوروبا الى امريكا وصولا الى الشرق الاوسط بسوريا وليبيا واليمن والعراق وداهش وحزب العمال الكردستاني والصدام السعودي الايراني والتطبيع مع اسرائيل وستكون المواجهة ضد سياسات اوباما ونتائجها في البنطقة هو التحدي الاكبر الذي سيواجه الحكومة القادمة فالارهاب والمعاناة والظلم الذي تركه اوباما سيحتاج منا عشرين الى عشر من السنين على الاقل في مواجهته لكن الامر الاكثر خطورة هو سياسات الولايات المتحدة الامريكية الجديدة والواضحة في تحالفها مع حزب العمال الكردستاني الارهابي رغم المعارضة والصخط التركي تعد الازمة السورية اكثر الملفات خطورة فمع استمرار توسع الارهاب في المنطقة نجد حاجة ملحة في توسيع تركيا لدعمها وتنسيقها من جهة ومن جهة اخرى يجب ان توسع من علاقاتها وجهودها الدبلوماسية وفي ذلك فان على الحكومة القادمة ان تستفيد من العلاقات الجيدة التي قد بناها وزير الخارجية في الحكومة السابقة مع السعودية ومصر والامارات بذلك يجب ان يكون هذا الملف السوري في اطار كل المستجدات التي تتوالى واحد العلوين الرئيسية في السياسة الخارجية سيتعامل يلدرم مع ملف الارهاب الذي يشمل تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني على مستويه المحلي والعالمي فهو سيحاربه في مناطق وجوده الاقليمية والعالمية كما يجب ان يحارب منابع ومصادر الدعم مثل دعم بعض الدول الاوروبية لحزب العمال الكردستاني وبالانتقال الى صحيفة تورك برس مشاهدين الكرام نقرأ مقالا لجلال سلمي بعنوان الاعتراض الاساسي على تحرك النهضة قادم من السرفيين اجرت فيه الصحيفة مقارنة بين حركة النهضة وحزب العدالة والتنمية من ناحية اوجه التشابه تعريف الشيخ راشد الغنوشي نفسه على انه رجل مسلم او محافظ ديمقراطي تماما كما قام مؤسس حزب العدالة والتنمية رجل طيب اردوغان بتعريف نفسه كذلك في اكثر من لقاء او مؤتمر فصل الدعوة عن السياسة تنطلق الاحزاب الاسلامية في تحركها السياسي جامع بين الدعوة الدينية والسياسية ففي عام الفين وتسعمائة وثمانية وتسعين حين انفصل رجل طيب اردوغان وعبداللقل وبولاند ارنيتشي عن حزب الرفاه تحت اطار مجموعة المجددين واسسوا حزب العدالة والتنمية المحافظ لكن السياسي البحث الذي يفصل بين الدعوة والسياسة وايضا اكد الغنوشي على ذلك خلال مؤتمره العاشر الاخير حين شدد على ضرورة فصل الدعوة عن السياسة في العمل الحزبي لعدم تشتيت الجهود وتكثيفها على العمل والاصلاحات السياسية معارضة الاحزاب الاسلامية الاخرى على الرغم من حجم النجاح الملحوظ الذي حققه الطرفان على الصعيد السياسي والاقتصادي الى ان السلفيين في تونس وبعض الاحزاب الاسلامية في تركيا ما زالت تعارض هذا الفكرة الاسلامية الديمقراطي المواكب للحضارة والحاضن لكافة الاطياف السياسية وبالانتقال مشاهدين الكرام الى صحيفة الحياة نقرأ مقالا لعبد الباصد السيدة بعنوان الثورة السورية كاشف اخلاقي هتك ستر الجميع قال فيه الكاتب تتأتى الاهمية الاستثنائية لثورة السورية من كونها احدثت خلخلة كبرى غير مسبوقة في بنية منظومة الاستبداد والفساد ولكنها في المقابل بيّنت مدة تحكم منظومة المفهومية التي رسختها سلطة الاستبداد على مدى عقود في ذهنية بعض النقر فلم تتمكن رؤية الوضعية الجديدة بمنظار جديد يكشف نقابة عن موطن الخلي ومواعثه فظلت تحلم بالمشاريع القومية والدينية التي ثبتا باستمرار بعدها من الواقع وتناقضها معه السوريون وبكل مكوناتهم وتوجهاتهم وجهاتهم من المؤمنين بالعيش المشترك هم يمثلون الغالبية الغالبة بعيدا عن التصنيفات المذهبية والمناطقية التي فرضها النظام واتباعه من جهة وامراء الحرب بصرف النظر عن شعاراتهم ودعاءاتهم من جهة اخرى السوريون المؤمنون بالمشروع الوطني يريدون جميعا القطع النهائي مع الواقع الحالي وتجاوز ثلاثية الشر الاستبداد والارهاب والفساد ويتطلعون نحو اعادة بناء وطنهم ونسيجهم المجتمعي على اسس مدنية ديمقراطية تفصل بين الدين والسياسة وتضمن انتزام سائر الحقوق والخصوصيات على مستوى الافراد والجماعات لقد باتت الثورة السورية كاشفا اخلاقيا على حد تعبير صاتق جلال العظم اظهر بكل وضوح تهافة المزاعم والادعاءات وكشف عورات الجميع فظهرت القباحات على حقيقتها بعد ان تلاشت مفاعل مساحيق التضليل الرخيصة وبانت حقيقة الاكاذيب التخديرية الخادعة وبدى العالم كله مشلولا في مواجهة نظام ارعن ان لم نقل متناغما او حتى متحالفا معه الشعب السوري يدفع فدية ليس في مقدور اي انسان تخيل جسامتها ثمنا لحريته ولكنه في الوقت ذاته يكتب سفرا جديدا يتناول الازمة القيمية العميقة على المستوى الكوني وهو سفرا سيضاف الى الابجدية التي قدمها الى العالم في سيرف الازمان تلك الابجدية التي يبدو ان الكثيرين لم يفقه بعد دلالاتها وابعادها وفي صحيفة القدس العربي نقرأ مقالة مع رئيس الحكومة السورية المؤقتة جواد ابو حطب اجرتها الكاتبة نور ملاح تحت عنوان ابو حطب سنمارس وعملنا من الداخل وان لم تدعم دول الجوار حكومة وطنية سورية مستقلة ساستقيل بعد ثلاثة اشهر وتحدث فيه ابو حطب عن اهم الاهداف التي ستركز عليه الحكومة فقال الاولوية ستكون للتعليم فلدينا مليون طفل سوري في الداخل السوري المحرر في حال لم يتعلموا فنحن مقبلون على كارثة وزاد ان الاولوية لتعليم الاطفال ثم التعليم التقني لكي نخرج جيرا قادرا على بناء البلد وعن استهدف قوات النظام للمشافي والمراكز والكوادر الطبية رد قائلا تم قصف المعهد الطبي التقني ثلاث مرات واستشهد نتيجة ذلك عدد من الطلاب وكذلك تم قصف الكلية مرة واحدة لكننا حاولنا ان تكون كل تقنية والمخابر متحركة في اماكن عدة حيث نستخدم الطريقة الافقية فلا نجمع نشاطاتنا كلها في مكان واحد تجنبا للقص ولا خيار اخر لدينا فالمجتمع الدولي يرفض حمايتنا يتابع الملف الثاني الذي ستعمل عليه الحكومة هو ملف الصحة ثم ملف المجارس المحلية الخدمية وبعدها ملف الزراعة واخيرا تأطير الكوادر حيث سنؤسس معهدا لاعداد الكوادر لتلبية الاحتياجات الاساسية وتابع ابو حطم من الواضح ان المجتمع الدولي كاذب ولن يتدخل لوقف قتل السوريين فهو لن يقبل باقامة منطقة حضر جوي ولا منطقة امنة وهو شريك حقيقي في قتل السوريين نحن لا خيار لدينا ولن نترك اولادنا ليكونوا امنين ولن نتركهم بلا علاج وبلا غذاء وليس لدينا مجال الا ان نستمر في مهامنا وقال ايضا مجيبا على سؤال حول خطتهم للحصول على ثقة والمصداقية بنظر الشعب السوري وبالنسبة للمجتمع الدولي ايضا الحكومة ستكون على الارض في الداخل والوزراء سيتم انتقاءهم من الداخل حصرا وهذا سيساعد على تجاوز عامل عدم الثقة والمصداقية الذي كان موجودا سابقا ويستطرد ابو حطب نحن لسنا بحاجة لاغثة بل بحاجة لمساعدتنا من اجل انشاء تنمية مستدامة تكفل استقلالنا المادي واستقلال قرارنا فاذا تم التنمية وادارة المهارد السورية الذاتية الغنية والواعدة واذا تعاونت معنا دول الجوار فسمحت بالتصدير وسيرات ما يلزم لانشاء مصانع وسيرات محروقات سيجعلنا نستغني تماما عن المانحين والجمعيات والمنظمات الخارجية وختم جواد حديثه بالقول نحن لسنا بحاجة لشعارات وخطابات لدعم الشعب السوري فقط اعطوه الفرصة ليعمل والوقت ليس في صالحنا والناس بحاجة لان ترى نتائج اعمالنا واذا لم تسمح دول الجوار ولم تدعم خيار استقلال الشعب السوري واعتماده على نفسه ولم تتعامل مع الحكومة السورية الجديدة كحكومة وطنية فسأخرج على الناس بعد ثلاثة اشهر واعلن استقالتي ونقرأ في اورينت نيوز مقالا لفيصل القاسم بعنوان الشهيد الزهيد الفطيس الرخيص بدأ الكاتب مقاله بالنعوة التالية القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية ومحافظة كذا وكذا وقرية كذا وكذا وآل كذا وكذا يزفون اليكم عريسهم الشهيد البطل الملازم فلان الفلاني الذي استشهد امس الثلاثاء اثناء تأديته لواجبه الوطني في المنطقة الفلانية لشهيد الرحمة والصبر والسلوان لذويه لم يعد هناك عمل للصفحات المؤيدة الا ان تزف لنا شهداء عرسانا سقطوا في صاحات الوغاة هل تتذكرون يا اهالي الشهداء كيف بدأ النظام مسلسل التعويضات لذوي القتلة قبل سنتين تقريبا قام وزير الزراعة في مدينة السويداء بتقديم عنزة لعائلة لكل شهيد فهل يعقل ان الشاب الوسيم الشهيد الذي لم يبلغ من العمر عشرين عاما بعد يساوي رأس معزة في اقانيم الاسد الا يعتبر ذلك احتقارا لذوي الشهداء الا نشبه الاشياء القبيحة عادة ونشبهها بالعنزة في سوريا فلماذا يقدمها بشار اسد اذا تعويضا عن ارواح شهدائه الابرار وقد شاهدنا كبار الضباط والمسؤولين سوريين قبل ايام وهم يزورون ذوي القتلة في السخل السوري ويقدمون لهم ساعات حائط من النوع الردي لا يزيد ثمانها عن دولار امريكي واحد يا بلاش لا شك ان ابواق النظام ستقول لك ان البلاد تعيش ازمة اقتصادية كبيرة ونقيمة الشهداء لدى السيد الرئيس اكبر بكثير من رأس معزة وساعة حائط لو كان الوضع الاقتصادي افضل اقترحوا على نظام سوري من الان فصاعدا ان يغير دباجة النعوة لشهدائه ومن الافضل ان يقول نزفوا اليكم الشهيد الزهيد كي لا نقول الفطيس الرخيص بهذا المقال مشاهدين الكرام نكون وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم على امل اللقاء بكم دائما بكل خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة